اشتركوا في القناة وبركاته بيتجدد هذا اللقاء على حب الله وحب رسوله وعلى حب هذا الدين العظيم الذي رضيه الله تبارك وتعالى لنا دينا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه وأن يتوفينا عليه مخلصين له الدين يا رب العالمين حلقة جديدة من نوافذ بنطل من خلالها على حضراتكم وانتم معانا مؤكد تحت البطاطين وبردنين ولذلك حبينا نتعاطى مع الجو البرد اللي احنا فيه ونشوف هل الإسلام أو السنة أو الدين تكلم عن هذه الأجواء الباردة هل يعني المسلم مطلوب منه يتعامل مع المطر مع البرد بشكل معين فيه أجور وفيه ثواب ولا الموضوع ده مطروك لتصرفات الناس ده دي نقطة مهمة جدا خصوصا وإحنا جايين ولو عطصنا على الهوى حضراتكم هتقولونا يرحمكم الله لأنه ده غصب عننا يعني ربنا يبارك فيكم أنا بيسعدني دائما أن ألتقي بأحد الشباب الدعاء اللي هم أكبر من سنهم يعني في العلم فضيلة الشيخ وجيه الطوخي الدعية والباحث الشرعي أهلا بك وسهلا وإنت جاي ومجاهز ما نديلك آه عندي برد بقى فنسأل الله لنا الشفاء والعافية آمين وللمشاهدين بس أنت شواجيه قبل مندخل في الحلقة مبارح كنت يعني البرد عندك أشد نعم ولتلي في أخي كريم وصف لك وصفة أنا حابب أستاذ المشاهدين يعرفوها نعم لأنها جابت نتيجة بفضل الله سريعة نعم سريعة طيب الحمد لله حمدا يرضيك والصلاة والسلام على من اجتماعة المحاسن فيه صلى الله عليه وسلم آآ يعني وصفة للعلاج البرد أنا يعني هذا الطب طبعا بب التجربة نعم الأخ يعني قال لي نصف كوب ماء ساخن زائد ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون زائد معلقة معلقة عسل نحل كبيرة ثم أنت بتشرح يعني بطريقة بطريقة المطبخ والشيف يعني المعايير والمقادير والكلام ده نصف كباية ماء هقولها أنا بقى بالبلد يبقى معنش نصف كباية ماء دافية تمام وعليها كم معلقة عسل عسل أبيض طبعا معلقة واحدة معلقة عسل معلقة عسل نحل طبعا عسل نحل زيت زيتون ثلاث ملاعق ثلاث ملاعق تقلبوا في بعض جميل جدا جميل جدا سبحان الله وقابل نتيجة سريعة بعد دقيقة يعني شعرته بتحسن فائق يعني ما حاجتش سيب الحلقة وقوموا استنوا بقى نشوفونا وبعد كده اللي عندي لاسأل الله وانا بقلب في الموضوع لقيت لفظة نبوية جميلة قوي تتعلق بالشتاء وكنت خاف ان الحديث ده مبقاش صحيح لان الشتاء فيه حضرتك قلتلي فيه احاديث ضعيفة وبوضوع واقوال الناس لكن حديث صحيح يتكلم عن الشتاء بانه الغنيمة الباردة نعم انا كنت في غاية السعادة ان انا اسمع هذا الحديث وتحقق من صحته يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشتاء هذا الحديث راهو الامام الترمذي الحديث عامري بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الشتاء او قال الغنيمة الباردة الصيام في الشتاء دي روايتين الصيام في الشتاء لا الأول عشان هنحقق معاك انت رجل محقق وباحث سرعي الروايتين لا هي رواية واحدة الصيام الصيام في الشتاء ورد بقى عن بعض الصحابة أنهم قالوا الصيام والقيام يا سلام زي ابن مسعود رضي الله عنهم قال يعني إذا جاء الشتاء طال فيه الليل فهذا يستحب فيه القيام وقصر النهار فيستحب للصيام فيبقى الغنيمة الصيام وعظف إلى ذلك القيام يعني الصحابة حتى مش مفوتين الوقت يعني هما يقلبوا الله الليلة والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار نعم نعم استفادة من هذا الوقت وهذا الموسم هو عموما الشتاء آية من آيات الله تبارك وتعالى والمؤمن مأمور أن يتفكر في آيات الله تبارك وتعالى قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لؤل الألباب فصاحب العقل اللبيب لابد أن يعني يأخذ من مرور الأيام الدروس والعبر والله عز وجل يقلب الليل والنهار الصيف وشتاء نعم فهذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى لذا كان البرد آية من آيات الله تبارك وتعالى يعني البرد عموما يعني نفس من أنفاس جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني وهذا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه اشتكت النار إلى ربه أكل بعضي بعضا النار بتقول كده لرب العزة أكل بعضي بعضا فأذن لها الله عز وجل بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير والزمهرير هو البرد الشديد لا خلينا أقف معك عند الرواية دي لأنني أنا كده الحديث بيقول بمنتهى الوضوح والصراحة فيما أفهم من ظاهره وانت حضرتك تصحح إن في علاقة بين الجنة والنار وبنوقعنا على الأرض الأيام اللي احنا عايشينها أشد ما تجدون في حر الصيف ده نفسين ده نفس من الفاس جهنم أقصد جهنم والعز وجل نعم جهنم لها نفسين يرى أو يحس أثرهما والعز وجل صيفا وشتاء أشد ما تجدون من حر الصيف الحر ده نفس جهنم نفس من أنفس جهنم وأشد ما تجد أيضا من الزمهرير والبرد هذا نفس من إيه؟ يعني هذا أحد نفسي جهنم احنا في وقت الشبهات تمام ووقت في بعض أولاد الزوات ما بيعجبهمش الكلام ده ويفسروه بتفسير يقولك تفسير علمي تمام أعم ده جوه ده أرصاد جوية وحاجات نفس إيه من جهنم ووصفه شتاء من خلق هذه الأشياء الأرصاد الجوية من خلق البرد من خلق الحر من خلق المطر من أنزله هذا كله يرجع وهذا حديث صحيح نعم صحيح نعم وبعدين هذا يعني ده في الدنيا والإنسان في الدنيا غير منعم حقيقة يعني كل نعيم فيها منغص النعيم الأخروي لا يجد هذا الزمهرير لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير الزمهرير هنا عشان بي آية بنسمحها كتير البرد القاطع البرد الصقيع البرد القاطع وده كلام ابن مسعود رضي الله عنه والبرد الشديد القاطع الذي يدمر ويهلك فأهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير فالشتاء آية حقيقة يعني الشمس لا يوجد لحر مهلك أو متعب ولا زمهرير برد لا هذا ليس في الجنة الجنة النعيم الأبدي الصرمدي الأزلي والنعيم الكامل الكامل لا نصب ولا نصب ولا تمام في نعيم قد تجده في الدنيا المال والبنون زينة لحياة الدنيا كل منغص كل منغص كل نعيم فيها مؤقت ومنغص وأصلها إلى زوال إلى زوال إنما الجنة النعيم الأبدي لذا كان البرد في الزمهرير في هذا الجو الشديد الشديد برودته هذا لا تجده في جنة الرحمن تبارك وتعالى هعود لنفس الحديث دي لا أغادرها هذه الرواية أنفس جهنم التي نرى أثرها في الدنيا نعوذ بالله والمشاهدين نعوذ بالله من حال أهل النار يا رب العالمين ماذا يفيدون هذا الحديث هل في فائدة أخرى فإذا أن تعمل على أن تبتعد عن النهر أن تكون في جنة ربنا تبارك وتعالى لأن النار عظيمة من يقوى على النار؟ بحرها وبزمهريرها لا أحد يقوى من المسلمين عليها أو من البشر عموما فنحن نعوذ بالله من النار يعني نحن نفر من آثارها في الدنيا نعم من المكيفات والمراوح وبتاعه أو البرد الشديد بططين يعني لا نحتمل فكيف يحتمل الإنسان يعني 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 ولذلك الله عز وجل قال فمن زحزها عن النار فقد فاز هنا الفوز هنا الفوز الحقيقي أن العبد ابتعد عن النار ودخل جنة الرحمن تبارك وتعالى طب بالمناسبة فضل وإحنا لسه في هذا المشهد العظيم يعني تبع قل لي حديث الرجل الذي آخر من يدخل الجنة من أهل النار يعني نعم آخر من يدخل الجنة يعني نبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث كما عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود نعم قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة حتى إذا ما جاوزها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك فإن الله قد أعطاني شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين ده آخر من يكره من الله أنت آخر الناس أنت آخر الناس وتقول إن الله قد أعطاني شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين قال هذا الكلام لأن النار عظيمة مجرد بس أنت يعني فقط أنت تجاوز النار أنت هنا من الفائزين زحشح آه خلاص النبي السلم قال فترفع له شجرة شجرة بقى ظل بتاع قال رب أدنيني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها فقال الله عز وجل إن أعطيتكها لا تسألني غيرها قال لا يا رب ويعاهد الله عز وجل على هذا أن لا يسأل غير الشجرة وربه يعذر لأنه يرى ما لا صبر عليه من النعيم فترفى يدنيه الله منها يشرب من مائها يستظل بالظلها فترفع له شجرة من ثانية هي أحسن من الأولى فيقول يا رب يعني أدنيني من هذه الشجرة الثانية طمع بقى فيقول الله يا عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال يا رب ادني منها فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسأل غيرها قال إن أعطيتك لا تسألني غيرها قال نعم يا رب فيدنيه الله يشرب من مائها يستظل بظلها ثم ترفع له شجرة من ثالثة عند باب الجنة الله أكبر فقال يا رب لا دا أدنيني من هذه الشجرة كل دا برا الجنة كل دا على باب الجنة الله أكبر فيقول يا رب أدنيني من الشجرة الثالثة الثالثة طبعا هذه الشجرة أحسن من الأوليين فأدناه الله منها شرب من مائها واستظل بظلها نعم وبينما هو تحتها سمع أصوات أهل الجنة فيها الله فقال يا رب يا رب أدخلنيها يعني دي مدارج السالكين مدارج الشوق يعني نعم فقال يا رب أدخلنيها اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا رب العالمين فقال الله عز وجل ما يصريني منك يا ابن آدم ما يصريني منك يعني إيه ما يقطع مسألتك باللغة الدريجة هات من الآخر هات آخرك يعني أقول شوية تسأل هات آخر حاجة عندك وقال الله عز وجل عبد أيرضيك أن تدخل الجنة ولك فيها الدنيا ومثلها هو نفس العبد ده نعيم آخر واحد نعيم آخر رجل يدخل الجنة إيه أديه الدنيا ومثلها مش مصر ولا إفريقيا ولا ولا أسيا ولا الدنيا ومثلها وفي خارج الصحيحين الدنيا وعشرة أمثالها ده ملكك بس فقال العبد أتهزأ مني وأنت رب العالمين بالنص ده أتهزأ مني وأنت رب العالمين هو مندهش يعني متعجب أني مش مصدق نعم مش مصدق أتهزأ مني وأنت كان من أهل النار من شوي آآ لا تجاوز النار ده بس آخر واحد طلع أقصد يعني كان كان من قبل ذلك في النار لمعد على النار بقى عمال يتلسعوا الكلالي بتخطفوا وبتلغط لما تجاوز قال لك بس كده أنا فزت سلم يا رب آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ضحك فسألناه مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين الله أكبر الله يضحك كيف يتبعون رسول الله حتى في مواطن الضحك نعم في كل كبيرة وصغيرة رضي الله تعالى عنه وعندنا في أهل الإسناد يقولون اتخاذ حديثا مسلسل بالأولية والرحمة في مسلسل بالضحك كل من أراد أن يحدث يضحك يضحك اتباعا لابن مسعود لأنه ضحك لما ضحك النبي السلم وعندما أراد ضحك وقال لهم أنا تسألوا مما أضحك فقال من ضحك يا رسول الله فقلنا يا رسول الله مما تضحك قال من ضحك رب العالمين حين قال العبد أتهزأ مني وأنت رب العالمين قال يا عبدي أنا لا أستهزأ منك ولكني على ما شاء قادر ولكني على ما شاء قادر ولذلك الله يضحك جاء رجل آآ صفات الله عز وجل ضحك يريقه بكماله وجلاله ليس كمثليه شيء هو السمع بنا يبارك فيك يعني في المسند لمحمد من حديث أبو هريرة جاء رجل إلى نبي عليه السلام وقال يا رسول الله أيدحك ربنا قال نعم نبي تسأل السؤال قال نعم قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك الله لن نعدم خيرا رب ودود قريب فما ظنكم برب العالمين يا سلام أنا أقول هذه الكلمة لكل من أصرف على نفسه في المعاصي نقول تاني كلمة الصحابي تعليق الصحابي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك ربنا يعني جاء الرجل إلى نبي عليه السلام يسأله يا رسول الله أيدحك ربنا قال نعم قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك وأقره النبي على هذا التعليق نعم وفيه رواية ضعيفة وبعض أهل العلم صحها أن عند الإمام الترمذي من حديث أبو رايرة من حديث ابن عباس أن أعربيا جاء عليه السلام ويحدث عن الجنة والنار فقال يا رسول الله من يحاسبنا يوم القيام فقال سبحان الله الله ماذا الأعربي يقول نجونا ورب الكعب الله نجونا ورب الكعب إذا كان الله هو الذي سيحاسب حتى قيل أن النبي السلام قال فاقه الأعربي فهم يا سلام أعداد ربنا اللي حاسبنا إن الله أرحم بنا من أمهاتنا الله أكبر ولذلك النبي السلام قالوا أتدرون أن هذه طريحة ولدها في النار لما مروا على امرأة طلقم ولدها ثديها قالوا لا يا رسول الله قال لله أرحم بكم من هذه بولدها ولذلك أنا أقول فما ظنوكم برب العالمين ربنا رحيم ومع ذلك كان الصحابة يبشرون على الأرض وبيكلوا بيشربوا يتزوجوا ويتنكحوا ويتمبشرون بالجنة نعم ويقدمون أنفسهم في سبيل الله إن أنهم يعلمون أن الحياة الحقيقية إنما هي هناك في جنة الله تبارك وتعالى وأن النعيم الحقيقي هو أن يرون وجه الله تبارك وتعالى الله أكبر فقلوب معلقة بالآخرة ليس بهذه الدنيا الزائلة ولذلك يعني لم تكن الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ عينهم نعم فاستراحوا يعني نعم شافوا حجم الدنيا على حقيقته حتى لو فتحت عليهم حقيقة الدنيا باختصار يعني أنا أقول دائما الحياة الدنيا إنما هي يعني أرحام تدفع وكبور تبلع وناس يولدون وغيرهم يموتون وبين الموت والحياة يبتلون ثم جميعهم إلى الله ذاهبون ليسألون عما كانوا يعملون فاتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر حياة الدنيا باختصار وكأنه شيئا لم يكن أنا بتعجبني أوي مقولة يعني قلوب أهل البصيرة تمام علماء الآخرة لما واجهوا قارون المفتون بهذا الملك تمام أنا بشوف ما فيش في موعزتهم مثلا نص صفحة من المصحف ولا صفحة قالوا له كده جملة فيها المنهج كله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة نعم ولا تنسى مصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سطر واحد فيها النجاك الله أحسن في الكلام ده الله أكبر ولين يكلمون فرعون المتغطر طارون المتكبر المتغطرس بماله الذي أتاه الله إياه يكلموا كده بالراح إلا أنا عايز أقوله يقولوله ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني ما نصيبك من الدنيا اليوم القرطبي لما علّق قال نصيبك من الدنيا الكفر هوا ده لا تطلع به هوا ده نصيب وأنت هتأخذ إيه من الدنيا لن تأخذ شيئا من الدنيا حقيقة إلا الكفر وهو ده نصيبك الحقيقي وعضهم قال المعايش إنك تعيش في الدنيا وكذا بعض الناس بتنظر إلى هذا الكلام لما الدعاء بيقولوله بيشعر باكتئاب ليه؟ يشعر باكتئاب حينما نقول له تخلص من الدنيا أنا أقول لك المسألة تنضبط الزعب من أراد الدنيا فهي له ومن أراد الآخرة فهي له ما فيش تعارض يشفونه أنا أقول لحضرتك إنما من أراد الدنيا للدنيا فقط لا يأخذها زادا إلى الآخرة ده ليس لو في الآخرة إلا النار طيب نترجم الكلام ده ونروح للقرآن ومن الناس من يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما لهم في الآخرة من خلق اللي هي بس لماذا؟ لأنه أراد الدنيا فقط والصنف الثاني ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ما ننسيش الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كده المسلم مقلوب منه وفي ده ثلاث آيات يتكلم الله فيهم عن معنى الإرادة اللي هي أرادة الدنيا والآخرة في القرآن بس بعد القرآن طبعا ننسى الشتاء وأحكامه طيب نقول الشتاء لا نقول لنا الآيات دي طبعا الآيات قوله تعالى مثلا في سورة هود قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النهار وحبط مصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الآية الثانية مثلا في سورة الإسراء قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا فيها له ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذنوما مدحور ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة أيضا قال تعالى في سورة الشورى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما لو في الآخرة من نصيد إذا أنت بالإنسان يقف حائر يعني إذا أردت الدنيا يكون المصير جهنم أعمل إيه؟ أقول له الموضوع ده يتحلف كلمة جميلة ليس خطرا أنطر السفينة في قلب الماء ولكن الخطر أنطر الماء في قلب السفينة فليس خطرا أشرح لنا بقى بس بشكل مختص فليس خطرا أنطر المؤمن في قلب الدنيا ولكن الخطر أنطر الدنيا في قلب الماء الله الله هنا يعيش المؤمن ويغتنم الدنيا والإيه؟ والآخر أنا أقولها تاني ليس خطرا ده كتبت على الفيز دلوقت شباب على طول إن شاء الله أسأل الله يباري بنا ينفع بيك نعود للشتاء وهذه الأيام الباردة وهل إحنا منفصلين عن هذه الأجواء ولا في أحكام بتترتب عليها فيه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة باردة وهي الصيام في هذه الأيام من يستطيع أحكام تتعلق بالمطر بالشتاء بشكل طبعا عاجل قبل المخرج يقولك المتو تمام هو الوقت خلاص لا يعني أنا أقول لك طيب تمام أنا أقول لو قلنا الغنيمة الباردة الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالصيام عموما وفي الشتاء يستطيع المرء أن يصوم ليه؟ كسر النهر تقوم من نوم يا دبعا لما تحضر الفطر يقول مغرب أسل فيش عطاش ما فيش وإيه معنى الغنيمة الباردة؟ اللي هي تأتيك بدون تعب ولا نصب وبالليل تقدر تنام الليل طويل وتقدر تقوم الإيه؟ تقوم الليل دا ينبني على فكرة أن الشريعة جاءت باليسر نعم نعم فأي وسيلة للتيسير على الناس تدعو إليها الشريعة أحسنت ربنا بلك فيك أنا عندي نهار قصير أقدر أصوم وتحصل على الأجر ليه زي غنيمة باردة فعلا أنا ما تقبتش وفجأة خدت أجر عظيم يعني من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبينا خريف هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لكما في حديث أبي أمام الباهلي لما قال له يا رسول الله مرني بشيء يعني أحفظه عنك أو كذا قال له عليك بالصوم فإن الصيام فإن الصوم لا عدل له أو لا ميس له فدائما الصيام دا أمر عظيم في شريعة الإسلام والنهار قصير تقدر أنت تصوم وما تتعبش وتتحصل على هذا الأجر العظيم أيضا مع قيام الليل قيام ليه قيام الليل قيام الليل شرف المؤمن دا كلام جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق وعلم ما شئت فإنك مجزي به قال له وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالله وأن عزه استغنائه عن الناس شرف لك أن تقوم بين يده الله تبارك وتعالى عشان كده قال الله عز وجل في فضل هؤلاء الذين يقومون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قليام اليه نعم فضل شرف المؤمن وأقول بس كلمة كده في مسألة القيام يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام وكان أول ما أمر به في المدينة القيام القيام عند الإمام أحمد حس عبد الله بن سلام قال لما قاضي النبي سلم المدينة إن جفل الناس وينظرون إليه فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذلك إن جفل الناس الناس خرجت موجودها أقول له يذهب يعجزين يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كنت تتمنى تبقى معهم مشهول أتمنى طبعا أن أكون معهم ولكن ألا لا أتمنى مشهدا غيبه الله عني إزاي يعني هذا المشهد غيبه الله عني قدرا ولكن يعني فيه فيه أحد التابعين قال لحزيفة لو كاننا يسلم بيننا لفعلنا وفعلنا فقال له لا تتمنين مشهدا غيبه الله عنك ليه بقى هل أتمنى أصل الأمر عظيم ما تعرفش كنت تهتيني ما تعرفش أنت كنت تهتيني تبقى من أتباع النبي ولا من أتباع ابو جهل لكن نحن نتمنى طبعا نحن نرجو أن نرى النبي في الجنة أصلي ما مضى خلاص ده قدر منظو أن تهب تقدر نشوف النبي السلام في الدنيا إلا في الرؤية إلا في الرؤية فنسأل الله أن يرينا النبي السلام في الرؤية نعم دي نقطة لطيفة المهمة إنما نتمنى بقى ونرجو أن نراه في جنة الرحمن ونكون صحبة معه صلى الله عليه وسلم أما ما مضى يعني الإنسان يخش على نفسه الأمر كان شديدا حتى حزيفة حكى لهم قصة أنه قام في غزوة الأحزاب من يأتين بخبر قام حتى يتكلمه كانت جو برد أيوة وكانت الرياح شديدة خلي بالك ونسألنا عن البرد كان الحديث ده في جو برد الشديد وقال له لا تتمنى مشهداً غيبه الله عنه إن قيل للصحابة وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم يعني قيل هذا لخير جيل نعم فإحنا يعني ما نفردش عضلاتهم آه لا لا ده نحن يخشى على نفسنا نحن نخشى على أنفسنا ونسأل الله سترة في الدرائم قيل لهم أن أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف نعم ونحن نروح فيهم بقى نعم إن جافلوا ينظروا قال فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس وجهك الذات ده عبد الله بن السلام آه كده خلاص أسلمه حتى له قصة إسلام فيها لطيفة كده ممكن نحكيها ولا الوقت هيدمر الوقت عندك لأنت تحر عبد الله بن السلام قال فكان أول ما سمعت من أبي السلام قال أيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام ده البيان الأول اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على طول كده أفشوا السلام الله الله أفشوا السلام بين الناس وإفشوا السلام ده له أجر عظيم ثم أطعموا الطعام إكرام الضيفان من شعار الإسلام والتكافل نعم وأيضا صلوا بالليل سلما يختلف ربه يصلي أفضل شيء أنا دايما أقول كده أفضل شيء تشكر به نعم الله عليك أن تقوم الليل الله أكبر النعم كثير عليك هذا توفيق نعم الله كثير عليك سيدنا نعم لا شك أشكر ربنا إزاي والله يقول إعماله آل داود شكرا ما في عمل أفضل شيء تشكر به ربك أن تقوم الليل دليل على ذلك أنا لسه أنا أبوما يكون هو نفس الدليل أنا أعيز أتفضل لا أتفضل حضر النبي السلام في حديث في الصحيات المحديث عايشة قالت كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمان فقلت له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر دي فضائه للنبي السلام نعم فقال لها أفلا أكون عبدا شكورة هو دبعا إذن شكورة شكري الله عز وجل من أبرز مظاهره قيام الله نعم أحسن اللهم ازبنا إياه وتساد المشاهدين والمشاهدات يا رب العالمين وعن على ذلك لكن هل في حديث يقول أن ركعتان في جوف الليل خارج من الدنيا ما في حديث ده صحيح أو يعني الرواية دي ركعتان في جوف الليل لا هو في حديث صحيح دي المسلم حديث عليه قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل لست أعلم يعني قد تكونوا صحيحة وقد تكونوا ضعيفة أنا أنا ما سمعت بها إلا في هذا المقر أنا بقول كده ليه يعني فيما أعلم واحد مش عنده شغل بدري فكل اللي يقدر عليه صلي ركعتين لا بأس وقيام الله ليبدأ برقعتين وتوتر برقعة ده سهل خالص ومعك من العشاء إلى إلى الفجر إلى الفجر صلي أي رقعتين أو ثلاث رقعات أو خمس رقعات سبع ما تستطيع طيب هل فيه فضل أو أفضلية لقيام الليل أو الصلاة بالليل في الشتاء تحديدا في الجو البارد لا هو ليس في نص على ذلك أو فيه مثلا مفهوم الأدلة هو أو الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع عامة طبعا في الصيف والشتاء لكن الشتاء ببتئيل لا ده بالعكس الشتاء الشتاء غنيمة لقيام الليل ليه؟ لأن للطويل قد تستطيع أن تنام وتقوم فاي وتمم وتصلي غير ليل لو نام بعد العيش هيقدر يقدر نفسه قايم لو يقوم مثلا الساعة 2 ما ينامش إلا بعد الفجر يصحه يعني مش هيتعب طيب هل قيام الليل نعم يعني ده من بابي أولى يدعو إلى الحرص على صلاة الفجر يعني أو نعم مش بيجاهد بقى في صلاة الفجر في بعض الناس ربنا يبارك فيه هم يعمل يقوم بالليل ويقرأ له مئة آية ويصلوا ووقت صلاة الفجر يروح الشيطان يخليناه ويظن كده أنه برضه من الفائزين وما يقوم يصلي لا 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 صلاة الفجر أفضل من قيامك طوال الداية ما بنقرنش بين الفرد والنفل نعم لكن فكرة لو أنت عايز تشجع واحد على صلاة الفجر تمام بنقول باب القيام ولو ركعتين قبل الفجر هو هيقوم أصلا قبل الفجر ومباشرح عشان صلي ركعتين فبالتالي يكون أحرص على صلاة الفجر إلى الفريضة يعني يعني تريد أن تقول له كنوع من التدريب ستستيقظ في الخامسة ويعني نصف استيقظ في الخامسة والنصف ساعة دولت اغتنمهم في في قيام الله برقعتين أو ثلاث أو خمسة أو سبعة حسب ما تستطيع طيب صلاة الفجر لها أجروها طبعا معروف طبعا لصلاة الفجر يضاعف الأجر بشكل عام من قلال مفهوم الأدلة طبعا طبعا يعني في البرد اسباغ الوضوء على المكاره له أجر اسباغ الوضوء احنا بنسمحها في الحديث على المكاره ايه المكاره يعني ايه اسباغ الأول فراش فراشك بتترك فراشك ده 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 يعني كما يقال قال أحدهم إن أصعب شيء في هذا الجو أنا أقوم من من على السرير يعني ده طبعا عزان يخرج كده جو ساعة وبتدفي فكده ده شيء بيكتكراه النفس أنا أحدهم أقولك هذا وكلنا أحدهم يضع يده في الماء ويصبح الوضوء بقى يعني يطيل أماكن الوضوء يعني بدل ما بيتوضى بقى السنة إلى الكوة ممكن يرفع شوية وإيه وهكذا يطيل طيب اسباغ الوضوء على المكاره هو ده معنى الإسباغ هل بعض الناس بتسأل من عوام المسلمين سؤال مشروع تماما لو أنا طبعا عندي سخان فالماء هتبقى دافيا عشان لا بأس ده ما يقلل من الأجر لا لا يقلل الأجر هذي رخص ده نقطة مهمة هذي رخص وكان عمر يعني له تنور يضع عليه الماء يسخن الماء فرن يولع الفرن ويسخن الماء ويغتسل ويتوضى بالماء الساخن وهذا لا إشكالة فيه سيدنا عمر بن خلال نعم نعم وأمر عمر في دخول الشتاء الرعاية تأهبوا لهذا الجو لهذا الشتاء بإيه بقى بالصوف اتخذوه دثارا وشعار يعني تلب الصوف داخلي وخارج يعني سيدنا عمر الخليفة كان يعني يحص نعم يحص الأم على هذا واستعدوا له بالجوارب الشربات والخفاف ومن هنا بقى جاء المسعر ليه على الخفاف وهذا يعني رخصة من الله وهذه رخصة من الله تبارك وتعالى يعني يعني الخليفة يهتم بمصالح الناس والجو ودخول الشتاء يكتب إلى الرعية ويهتم بالشتاء وحتى أنهم يقول يعني واحذروا البرد فإن دخوله سريع وخروجه بعيد وبالتالي بتاخد الجزء الإداري في منظومة الدول الإسلامية الإسلامية مستلت أنها بتاخد مثل هذا الأمر أن تعمل مثلا مخراط للسيول مش لما تحصل الكرسة ندور على في استعداد استعدوا في طوارئ في إسعاف في كذا كان يقولهم استعدوا بإيه بقى أن أنتوا تحموا نفسكم من هذا البرد بالإيه بقى بالصوف تخذوه شعاراً ودثاراً نعم لابس داخلية وخارجية بالصوف وهكذا والقرآن نفسه من أصوافها وباريها وعاريها أثاثاً ومتاعاً نعم سبحان الله من نعم الله طبعاً هذا من نعم الله تبارك وتعالى فهذا الأمر يعني كان عمر رضواني بيهتم به فالاهتمام بدخول الشتاء ده كان عند السلف رضواني لا عليه طب أنا عايز بسيئة لحضرك زكتار من شوية تتجافى جنوبه عن المضاجع هل يخذنا منها قيام الليل يعني هو ما بينامشي بيستغرق لأن الليل نصيب فيه نعم يدخل في هذا الشرط لا ينام إلا قليلاً أقول لي بقيت الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً الجزء الأخير بقى ومما رزقناهم ينفقون ينفقون ليه أنا ليه أنا حبيت إنفاق الإنفاق في الجو البرد في علاقة بين قيام الليل والدعاء ده سهل عند بعض الناس يعني ربنا يعيني العباد والمسلمين جميعاً لكن ومما رزقناهم ينفقون دي المحك ليه ده إنه بس صيام وقيام ونسيب الغلابة والبردانين في الشوارع ولا ده مهم جداً ننفذ المظر ليه الإنفاق يا سيدنا لأن أفضل حاجة يفعلها العبد الإنفاق ليه بقى لأن المال حبيب إلى القلب وإنت بتنفق مما إيه مما تحب أي حد في الدنيا بحب الفلوس ولذلك ومن يوقع شحة نفسي فأقول لك هم مفرحون أحسنت ولذلك هو الميت أول ما يموت يقول رب يرجعون عايز ترجع لي يا سيد عايز أتصدق وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب رجعون فيقول رب لو لا أخرتني لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق يعني مو عايز يتعلم عرف إيمة الصدق لأن الصدق عظيمة عند الله تبارك تعالى النبي السلام يقول ما تصدق أحد من كسب طيب ولو كانت عدله طمرة الصدق عدله طمرة فإنها تقع في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة تخيل كده أنت عندك جمل صغير تعطي ربي حتى يصير ناقة حق عظيمة هم الله يربي لك الصدقة الصغيرة اللي عدل الطمرة فتكون يوم القيامة كجبل أحد يا سلام عشان كده عايز يرجع يتصدق عشان لقى أجر الصدقة عظيم ولذلك الناس اللي هي يعني بتهتم بالمال أنا أقول له المال حبيبك وده مالك انتفع به قبل موتك انتفع به ايه قبل موتك تنتفع به ازاي أن تخرج حق الله تبارك وتعالى فيه الزكاة مش بس الزكاة والصدقات الناس دايما تركز على الزكاوات لكن طول الآن فيه صدقة طبعا انا بنفتكر المال والزكاة في الفطر أو في زكاة المال أذكر لك يعني قصة عجيبة عن الصدقة لكن الأمة في حالة فقر في حالة تجوع بيزداد في غلاق أسعار محتاجين ندعو إلى الصدقات حضرك تفضل لا تكاف يعني الانفاق في الشتاء كيف بقى بطاطين الانفاق هذا الباب باب مطروك يعني احنا عندنا وانت تحت البطنية كده يعني اعلم أن هناك غيرك يلتحف السماء ويفترش الأرض فادعوا الله لهم وتصدق لهؤلاء طبعا كما تعلم هذا باب الصدق باب عظيم في المسألة دي احنا عندنا وناس في سوريا وغير سوريا وكذا مشردون في كل مكان في كل البقاع انت توجه إلى هؤلاء وأنفق عليهم ابعث بها الطعام والشراب لأنك مسؤول مسؤول وأنت صاحب مال ستسأل عن هؤلاء وطبعا الذي لا يملكه شيء يعني انسان فقير هعمل ايه تستطيع أن تدعو الله هلا يعني أنت برضو يعني مش خالي من المسؤولية انت مش معدوم تستطيع أن تدعو الله تبارك وتعالى لهؤلاء لهؤلاء القب بمناسبة ان احنا ختمنا بالدعاء مهمة قوي نتذكرنا ونختم بدي اهمية الدعاء عند نزول المطر نعم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدعاء يستجاب عند نزول المطر وعند لقاء الجيوش وبين الأذان والإقامة سلاس مواطن يستجاب فيها دعاء نزول المطر وطبعا حينما ينزل المطر يعني ادعو الله عز وجل دي من سنن المطر أن تدعو الله تبارك وتعالى أن تجعل المطر يلامس جسدك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكان يقول حديث عهد بربي وأن تتبرك به كما كان يفعل ابن عباس يتبرك ماء المطر يعني يتبرك به يتبرك يقول هذه بركة من السماء يتعرض وأنزلنا من السماء ماء مبارك يوم يتعرض للماء حتى تصيبه بركة الماء وأيضا يقول اللهم صيبا نافعة وإذا زاد وأصبح يهلك ويدمر يدعو بالاستصحاء يقول اللهم حاولينا لا علينا اللهم على الآكام والزراب والجام وإلى منابت الشجر والأودية يبا تدعو بالاستصحاء أيضا التوحيد عند نزول المطر أن أنت توحد ربك لأن المطر ده ما ينزل إلا بقدر الله ومن صنع الله تبارك وتعالى لذا نبي صلى الله عليه وسلم قال لما يعني نزلت السماء وصلوا على إثر سماء بالليل قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر قال فأما من قال مترنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مترنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن مؤمن بالكواكب شيخ وجيه أنا هختم بحاجة ممكن لتحصل احنا في انتظار المطر وفي بعض احنا مثلا في مصر هنا في محافظات بينزل فيها المطر المسكندرية وغيرها تمام تمام يعني ربنا يعني عندهم فرصة بنطلب منهم الدعاء نعم وفي أولاد ده راحين المدارس اللي فيه امتحانات تتبدأ من بكرة وشبغالة وللسه جاية فما يزعلوش من المطر وولادهم راحين المدارس بدري كده ده الفرح فرصة يدعو لهم بالنجاح يعني أنا بس باربط المسائل ببعض أسأل الله عز وجل التوفيق لكل الطلب إن شاء الله وأسأل لهم النجاح والسداد والرشاد إن شاء الله المطر الإنسان يفرح به مش يحزن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بالمطر عائشة رضي الله عنه قالت إذا كان يوم الغيم والريح دخل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ذلك في وجه وكان لا يسر حتى إذا مطرت أو المطر ينزل يفرح النبي ويهدأ ليه لأن قوم عاد أهلكهم والله مش لهذا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطير وما كانش مطر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه فإنت تفرح عند نزول المطر ودي سنة كان يفرح عند نزول إحنا بنفرح بس اللي بيزعلنا طين الشوارع والمطباط والزحلي والقصص دي لا بأس لتحبى له هذا أنا المخرج تقريبا يقول لي خلاص الوقت يستهى الحمد لله لكن آخر حاجة هنقولها يا مخرج معلش دعاء حكم لو طين الشوارع واحد راح الشغل وفي مطر وأصابوا البنطلون ينفع يصلي لا 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 هذا طاهر طاهر ولا يسعلون هذا ويصلي على هذا الحل وتسخ البنطل وكذا بل له أن يصلي إن كان مثلا في الشارع وهو يصلي ونزل الماء وابتلت الأرض يصلي في الطين لا شيء في ذلك عادي لا شيء في ذلك لا 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 شيء والصلاة مقبولة إن شاء الله وهذا الماء طاهر وحتى الأرض بعد ما نزل الماء عليه أصبحت الصيد طاهر والماء طاهر فإذا اختلط الماء بالطراب فأصبح طيلا على الملابس صلي على هذا ولا شيء في ذلك إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله إحنا بدأنا الحلقة دي بنصيحة عملية الشيخ وجيه كان عنده برد مبارح نعم وإن بارك فيه وصف له وصفة يعني عشان اللي دخل على التلفزيون دلوقتي وبيشوفنا نعم وصفة مهمة جدا نص كبات مياة دافية على معلقة عسل نحل على ثلاث معالق زيت زيتون ويقلبهم ويشرب فيه الشفاء بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله أسأل الله لنا ولكم العفو والعفية في الدين والدنيا والأخير يا رب العالمين بشكر الأخ الحبيب الشيخ وجيه الطوخي شكر الله الدعية والبحث الإسلامي أسعتنا شكر الله وربنا يعني يجعل ليك دفءاً وسلاماً وطبولاً يا رب العالمين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين وينجح ولادك وإخواتك ولادنا يا رب العالمين ويملأ بيوتنا جميعاً بالسعادة والفرحة والأمن والأمان والسلم والإسلام يا رب العالمي. جزاك الله خيرنا سيدنا. شكرا الله لك. بارك الله فيكم. نلتقي بإذن الله تبارك تعالى لأحد القادم قبل ساعة من الآن. وحلقة جديدة من نوافذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة